شيء آخر اللي بيخلي الإنسان ثمين على صورة الله إنه خلق الإنسان إنه هو مش بس موضوع الشركة والتواصل مش بس موضوع المحبة أيضا فالإنسان هو موضوع فداء الله فالله خلق الإنسان والإنسان موضوع فداء الله لأنه حتى عندما أخطأ الله وعد بالفداء ومن هذا الوقت الله عم بيرتب وسيلة وطريقة إنه يخلص الإنسان من الخطيئة الإنسان هو الوحيد اللي أخذ وعد بالخلاص والإنسان هو الوحيد اللي نال هذا الخلاص كل الخليقة تتوقع فداء كل الخليقة تأن وتتمخد يقول الكتاب المقدس لكن الإنسان هو الذي أخطأ وأخذ وعد بالفداء ونال الفداء بواسطة يسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب المقدس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم قبل ما أخطأ الإنسان الله قبل تأسيس العالم كان مدبر وواضع خطة الفداء للإنسان وأجمل شيء عندما نكون في السماء مع الرب اللي رحين نسأله في كل الأبدية ما هذه المحبة هذه المحبة التي افتقدت شخص يحتاج إلى الخلاص شخص ظالم شرير فاسق شخص ضال عايش في ظلمه مصيره الهلاك الأبدي لكن الله بحث عن الإنسان وأخذ هذه الزمام المبادرة حتى يخلص الإنسان من خلال تجسد المسيح ومن خلال فداء المسيح حتى يرجع الإنسان إلى الصورة الأولى إلى الرتب الأولى إلى الحال الأولى اللي فقدها الإنسان